مع تدفق السيول خلال مواسم الأمطار الماضية في وادي تبن بمحافظة لحش تضررت عدد من المنشآت الزراعية وعبارات المياه بالوادي مشكلة تهديدا كبيرا على ثلاث قرى في حال لم يتم صيانتها وتدفقت السيول هذا الموسم مهدد قرية الجادي وقرية النوبة والسبب لم تحصل على الغنوات يعني بتصفية الغنوات وصيانة البوابات والعبارات هذا اللي يسبب أكبر خطر على الغراء هذه قرية النوبة وقرية الزيادي لهذا لأن المكان العبر الغنان يعني يضيق من هنا عندما يقي مليان من فوق الحبيل يعني الغنان هنا ما يتحمله تضررت المنشآت والعبار بالتكسير لما قفى يضان سنة 21 وتهددت غرية الزيادي والنوبة والشضيف وقدمنا تغارير للمكتب الزراعة مكتب الزراعة والوزارة نزلوا أصحاب الوزارة يعني يطلعوا هذه المنشآت وأضرارها وتخصص على أن يصلحوا معرفنا فين راحة يعني الحق القمعية الفلوس الحق المشاريع لا وين ودوا مش داري شو من قيه وخلوا العبارات الذي حين معينك تنظر مشاهدة كلها منهارة وتابعنا الوزارة وتابعنا الزراعة من قبل سنتين ونحن نتابع وعاد يعني وعاد المي مشي حقيقة بسيط من تحت العبارة وحقيقة لا تبلغ قيد يعني حقيقة قيد يعني ما تكلف مليون سليل مليون لكن من يسمع لك وله لما قدرتها وسير وانهارت العبارات كلها مخاوف الأهالي دفعهم إلى رفع بلغات للسلطة المحلية والجهات المختصة حول الأضرار لأنه بحسب قولهم لم يجدوا أي تجاوب في حين أكد مكتب الزراعة بالمحافظة أن الأضرار كبيرة تفوق إمكانياته نحن الآن في منطقة قريس زياد في غناة 12 غناة 12 هذا يهدد تهديد كبير سكان الغرية من حيث السيول الغناة هذه لم تصان لم تصان إطلاقا من يوم المسح إلى يومنا هذا لم تصان إطلاقا 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 القسور مشرقة ومهددها مهددها بالانهيار الانهيار هذا يهدد سكان الغرية السيول تيجي فوقهم على طول المثل والتأكيد والشعب كل شاهد أبناء قريس زيادة العام الأول الموسم الأول عندما قد السيول خرقت السيول عن مسارها عن مسار القناة يساني إلى فوق القرية لو لا فضل الله سبحانه وتعالى والتعاون الناس أهل القرية لا كانت انتهت القرية من السيول أشتغلنا في كثير مناطق في تسبب تسبب القنوات ومن ضمنها هذه المناطق ولكن الإمكانية انتهت لذا نحن طالب عبر شاشتكم الموقرة والكل يسمعنا نطلب الأخوة في سطر المحلي أن يساعدون في إنجاز الخراب أو العطال الموجود في هذه المناطق لأنها سيؤثر على القرى ونحن نخاف تأتي سيول كثيرة وتؤثر على المواطنين سواء في أراضيهم أو قراءهم ولا تقدر الإمكاني إلا شيوال وبوكلين وخارجين على الجهازية اللي هم أكثر من ثلاثين سنة ولكن في وقت كلنا نعمل على إصلاحهم أول بول ولا تقدر الإمكاني لإستكمال هذا الخراب إلا باعتماد بالمحافظة أو الوزارة عدة منشآت مهدمة لا يقتصر العمل أو الأضرار في منطقة واحدة نحن نطالب بإصلاح الأضرار في كل وادي طبن ليس لجهة دون أخرى ما هو حاصل معنا في العرائس حاصل معنا في الحبيل حاصل معنا في النوبة حاصل معنا في الفيوش حاصل معنا في المجحفة حاصل معنا في كل مكان العمال التي طلبها هذه الأضرار هي فوق طاقة مكتب الزراعة والريد داخل المحافظة لا توجد إمكانيات لدى مكتب الزراعة ولا كلفة تشغيلية يستطيع بها يمتلك معدات ولا يمتلك للمعدات هذه كلفة تشغيلية من المحروقات فنطالب الجهات المسؤولة وعلى رأسهم الأخ وزير الزراعة وأخ محافظة محافظة لحج بإعطاء كلفة تشغيلية لعادة الأضرار في كل وادي طبن قرى زياد والنوبة والشضيف تهددها سيول منذ عقود وهم يطالبون الجهات المختصة بسرعة التدخل لصيانة القنوات والعبارات ومعالجة تلك الأضرار حتى لا تتكرر مآسي المواسم السابقة